اشتركوا في القناة البيناري لهكسا ديسيمال البايناري لأكتال والأكتال لبايناري لهكسا ديسيمال لبايناري وكذلك الهكسا ديسيمال لأكتال والعكس هتلاقي في الاوتلاين بتاع الكورس بتاعنا احنا في المرحلة الاولى وفي خلال محاضرة النهاردة هنناقش السبع مواضيع اللي قدامنا ديت هكسا ديسيمال لبايناري بايناري لهكسا ديسيمال اكتال لبايناري بايناري لأكتال وكذلك اكتال لهكسا ديسيمال وهكسا ديسيمال لأكتال في الأول هنفتكر التبل بتاعنا اللي هو فيه الأرقام العشرية والإكويفلنت ليها كبيناري 4 هكسا ديسيمال 4 وأكتال خلينا نفترض إن احنا عندنا 1AF في هكسا ديسيمال 4 وحولناها قبل كده مرة لديسيمال وبعد كده خدنا الرقم الديسيمال بتاعه وحولناها البيناري فعايزين نشوف إزاي ممكن نحول ال1AF في هكسا ديسيمال 4 اللي بايناري بشكل مباشر أول حاجة هنبتدي نحط كل رقم لوحده ال-F وبعد كده ال-A وال-1 وهنروح على التبل بتاعنا دوت هنشوف إن ال-F الإكويفلنت ليها 1-1-1-1 فهنكتب تحت ال-F 1-1-1-1 في بايناري 4 وبعد كده هنشوف إن ال-A الإكويفلنت ليها هي 1-0-1-0 والواحد الإكويفلنت ليه هو 0-0-0-1 فمعنى كده إن ال-1AF في هكسا ديسيمال 4 بيساوي الأرقام ديت جنب بعض أو اللي إحنا ممكن نكتبهم بشكل مباشر فنمسح التلات صفار اللي في الأول ديت فهيبقى 1-1-0-1-0-1-1-1-1 وإحنا ممكن نتأكد من الكلام دوت إذا رجعنا للمحاضرات اللي فاتت فهتلاقى إن ال-1AF في شكل هكسا ديسيمال كان بيساوي 15 أو اللي هي ال-F في 16 باور 0 زائد 1-0 اللي هي ال-A في 16 باور 1 زائد ال-1 مضروف في 16 باور 2 اللي كانت بتساوي 4-3-1 نفس الكلام إذا خدنا الرقم دوت وحولنا الديسيمال فهنضرب الرقم دوت في 2 باور 0 ده في 2 باور 1 ده في 2 باور 2 ده في 2 باور 3 بعد كده 0 في 2 باور 4 اللي هي 0 بعد كده 1 في 2 باور 5 بعد كده 0 في 2 باور 6 اللي هي 0 1 في 2 باور 7 و1 في 2 باور 8 ادتنا برضو 4-3-1 في ديسيمال 4 طيب إذا عندنا رقم 16 وعايزين نحوله للرقم سنائي بس في كسور نفس القصة هنبتدي نجيب التابل بتاعنا دوت وهنكتب كل رقم لوحده C بعدها 2 بعدها B وبعد كده هنكتب تحت C الإكويفرنت ليها في بايناري 4 1-1-0-0 والإتنين الإكويفرنت ليها في بايناري 4 اللي هو 0-0-1-0 وبعد كده ال B الإكويفرنت ليها في بايناري 4 اللي هو 1-0-1-1 وهنحطهم جنب بعض وهنفصل ما بينهم بالعلامة العشرية اللي كانت ما بين 2 وال C فهتليه هيبقى بالشكل دوت وممكن نشيل السفرين اللي بعد ال 1-1 دولت ما لهمش لازمة فهتبقى بالشكل دوت طيب تعالوا نشوف إزاي ممكن نروح من البايناري للهكسا ديسيمل خلينا نفترض إن احنا عندنا الرقم اللي قدامنا دوت كبايناري 4 فممكن نحول من بايناري لهكسا ديسيمل بإن احنا أول حاجة هنكتب التابل اللي تحت دوت وبعد كده هنبتدي نقسم الأرقام ديت لأربعات كل أربع أرقام هنحطهم جنب بعض فهضت هنا أول حاجة اللي أربع وحايد نقف لحد هنا بعد كده هنحط 0-1-0-1 بعد كده مسافة وبعد كده هنحط 1 وبعد اللي أربع تصفار لإن احنا لازم نكتبه في شكل أربع ديجيتس فإذا ما فيش حاجة بعد الرقمين اللي هنا فبنكمل الخانات اللي فاضلة بصفار وبعد كده هنشوف اللي أربع وحايد دولت هنا في البايناري الإكويفلنت ليهم هنكتب تحتيها F هيبقى هو ده الهكسا ديسيمال وال-1-0-1-0 الإكويفلنت ليها هنا هو ال-A وبعد كده ال-0-0-1 اللي هو الرقم دوت الإكويفلنت ليه هو برضو ال-1 وبعدين هنحطهم جنب بعض فهيبقى الرقم دوت سنائي بيساوي الرقم ده جنب الرقم ده جنب الرقم ده اللي هو 1-A-F اللي هو بيساوي 1-A-F كهكسا ديسيمال 4 شفناه في المثال اللي فات إذا حابين نتأكد كنا فاكرين أن الرقم دوت بيساوي 431-10 فممكن ناخد ال-1-A-F ك-16 هيبقى F أو اللي هو 15 مضروف في 16 power 0 زائد A أو اللي هي الإكويفلنت لها في الديسيمال 10 مضروف في 16 power 1 وبعد كده ال-1 أو اللي هو ال-1 power 2 في الديسيمال مضروف في 16 power 2 بيساوي 431-10 نفس الكلام ممكن ناخد الرقم السنائي دوت ونعمله بنفس الطريقة فهيبقى 1 مضروف في 2 power 0 1 مضروف في 2 power 1 زائد 1 مضروف في 2 power 2 زائد 1 مضروف في 2 power 3 زائد 0 مضروف في 2 power 4 زائد 1 مضروف في 2 power 5 وهكذا فهتلاقي بيدينا 431-10 نفس الكصة إذا عندنا رقم فيه كسور والرقم دوت سنائي وعايزين نحوله لرقم 16 فكل اللي هنعمله إن احنا هنستدعي تابل دوت في الأول وبعد كده هنبتدي نكتب الأرقام اللي بعد الضboom في شكل أربعة ديجيتس فعندنا هنا إذا ما فيش ديجيتس بعدها هنكتب огصفار وبعد كده هنروح على أرقام اللي قبل الضوم هناخد الأربع أرقام دولت وهنكتبهم بعد كده نروح للأربع أرقام اللي بعديهم وهنكتبهم لحد ما يبقاش فيه أرقام تاني هنلاقي إن الرقم دوت في التيبل بتاعي هو ال-C كهكسا ديسيمل والرقم السنائي دوت في التيبل بتاعي هو ال-2 والرقم السنائي دوت في التيبل بتاعي هو ال-B فمعنى كده ان الرقم السنائي دوت فيساوي b2.c بالشكل دوت وحلينا المسال دوت من شوية دلوقتي خلينا نشوف ازاي ممكن نروح من اكتال لبايناري فهتلاح إذا عندنا الرقم اللي قدامنا دوت 657 في octal 4 إيه الإكويفلنت ليه في البايناري في الاكتال هنعمل نفس الطريقة اللي كنا بنعملها لما كنا بنروح من hexadecimal لبايناري فلما هنروح من octal لبايناري هنحط رقم السبعة بعد كده نسيب مسافة هنحط الخمسة بعد كده نسيب مسافة وهنحط الستة هننزل للتيبل بتاعنا وهنشوف إن السبعة إيه الإكويفلنت ليها في البايناري 4 اللي هي عبارة عن 111 بعد كده هنروح على الخمسة وهنشوف الإكويفلنت ليها في البايناري 4 اللي هي 101 وبعد كده هنروح على الستة وهنشوف الإكويفلنت ليها في البايناري 4 اللي هو 110 فمعنى كده إن 650 في octal 4 هو وفارة عن الكمبينيشن دية جنب بعض بالشكل دوت أو بالشكل دوت فدوت الإكويفلنت كاسب نائم إذا حابيني تأكد فممكن نرجع للسليدات اللي فاتت شفنا إن 657 في octal فورم بيروح للديسيمال اللي احنا بنضرب ال7 في ال8 باور 0 زائد ال5 في ال8 باور 1 زائد ال6 في ال8 باور 2 اللي هي قدتنا 431 عشري نفس الرقم البياناري دا شفنا إزاي حولنا لديسيمال مرات كتيرة فهنضرب الواحد دا 2 باور 0 زائد الواحد دا 2 باور 1 زائد الواحد دا 2 باور 2 زائد الواحد دا 2 باور 3 زائد السفل في 2 باور 4 زائد الواد في 2 باور 5 وهكذا هدينا برضو ربعمائة واحد وتلاتين عشري طب إذا عندنا رقم فيكسور 262.6 كرقم ثوماني إزاي نروح للبايناري فهتلاقينا هنبتدي إن احنا هنحط الستة بعد كده مسافة اتنين بعد كده مسافة ستة بعد كده اتنين وهنفتكر إن في ضبط ما بين الاتنين والستة هنلاقي إن الإكويفلنت للستة هي عبارة عن الone one zero كبايناري الإكويفلنت للتو هي عبارة عن الone zero ونحط بعديها صفر لإن إحنا لازم نكتبه في شكل ثري ديجيتس بعد كده هننزل للستة تاني هيبقى one one zero بعد كده هنرجع تاني للاتنين لازم تبقى في شكل ثري ديجيتس فهنقول zero one zero معنى كده إن 262.6 بشكل ثوماني بيساوي الكمبيينيشن ديت وفي ديجيت هنا فهي zero one zero one one zero zero one zero وضوت بعد كده one one zero أو اللي هي بتساوي الرقم دوت وممكن نشيل الصفر اللي هنا ملوش لازمة ونشيل الصفر اللي هنا برضو ملوش لازمة طب تعال نشوف إزاي ممكن نروح من بايناري لأكتال إذا عندنا الرقم اللي قدامنا دوت سنائي وعايزين نروح لأكتال أول حاجة هنروح للتيبل دوت بعد كده هنبتدي نكتب ثلاثة ديجيتس نسيب مسافة نكتب ثلاثة ديجيتس نسيب مسافة نكتب ثلاثة ديجيتس وهكذا فهنكتب هنا ثلاث وحايد بعد كده الواحد سفر واحد اللي بعديهم بعد كده السفر واحد واحد وهكذا إذا عندنا كان فيه ديجيت أو اتنين فضلين هنحطهم ونكمل بقية الثلاث خنات بصفار نشوف الرقم دوت هنا كبايناري هتلاقيه الاكويفرانت ليه هو السفن والرقم دوت كبايناري هتلاقي الاكويفرانت ليه هو الفايف والرقم دوت كبايناري هتلاقي الاكويفرانت ليه هو السكس فمعنى كده أن الرقم دوت كثنائي بيساوي الكمبينيشن ديت جنب بعض بيساوي 6 5 7 جنب بعض سوماني وشفنا في الأمثلة اللي فاتت أن ال 6 5 7 كرقم سوماني كان بيساوي 431 نفس الكصة الرقم دوت السنائي كان بيساوي 431 وإذا عندنا رقم بايناري فيه كسور وعايزين نروح للسوماني وكنا بنكتب البايناري ديت كل 3 ديجيتس مع بعض اللي هي بعد الدوت فهنكتب الأرقام إذا فيه ديجيت فيها ناقص هنحطه بصفر على اليمين وبعد كده هنكتب الأرقام اللي قبل الدوت هنكتب 010 في شكل 3 ديجيت بعد كده هنكتب التلاتة ديجيت اللي بعديهم 011 وبعد كده التلاتة ديجيتس اللي فاضلين هنكتب 01 وما فيش ديجيت بعديها فهنكتب بصفر الرقم دوت الإكويفرنت ليه هو ال 6 الرقم دوت الإكويفرنت ليه هو ال 2 في شكل أختال الرقم دوت الإكويفرنت ليه هو ال 6 تاني شكل اكتال. والرقم دوت الاكوفرنت ليه هو الاتنين. ما ننساش ان فيه دوت هنا. فنفس القصة هنحط دوت هنا. حس ان احنا ممكن نكتبه. طيب ازا حبيين نروح من اكتال لهكسا ديسيمال ومن هكسا ديسيمال لأكتال. تعال نشوف ازاي ممكن نروح من اكتال لهكسا ديسيمال. ازا عندنا الرقم اللي قدامنا دوت شكل اكتال وعايزين نحوله لهكسا ديسيمال. هنعمله في خطوتين. الخطوة الاولانية ان انا هحول كل رقم اكتال عندي لبايناري. معنى كده انه كل ديجيت عندي اكتال هكتبها في شكل سري ديجيتس بايناري. وادي الاكوفرنت ليها شفناها قبل كده. بعد كده الرقم السونائي دوت او البايناري هنحوله لهكسا ديسيمال. معنى كده انه كل فور ديجيتس هيتحوله لون ديجيت هكسا ديسيمال. بالشكل دوت وهتلاقي ان السكس فايف سيفن في octal form بيساوي 1AF في hexadecimal 4 فأدي إزاي ممكن نحول من octal لhexadecimal؟ لازم نروح من octal لبايناري ومن بايناري لhexadecimal حيث أن 657 octal بيساوي 1AF hexadecimal طيب إذا عايزين نروح من hexadecimal لأكتال نفس القصة إذا عندنا 1AF في hexadecimal 4 عايزين نحوله لأكتال هنعمل التحويلة دي في خطوتين الخطوة الأولينية هنحول الhexadecimal البايناري كل ديجيت عندي hexadecimal هيتحول لأربعة ديجيتس بايناري بعد كده هناخد البايناري كونفرجن ديت وهنروح للخطوة الثانية هنحول من بايناري لأكتال بحيث أن كل تلاتة ديجيتس بايناري هيتحولوا لأكتال فهتlapping أن الـ 3ديجيت ديت معناها 7, 3ديجيت ديت معناها 5 والـ 3ديجيت ديت معناها 6 فمعني كده أن 1AF hexadecimal بيساوي 657 octal وخطر وبكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة ومع السلام